خلينا نقول الطاقات في عندك قوس أو أسد عم يطلعوا له كل الأبراج طيب في عندك ميزان ممكن يكون في عندك طاقات ترابية عم تبين كتير طاقات هوائية ونهرية بشكل عام من بعد صبر من بعد تعب عم بشوف من بعد ما كنت حامل حمول يعني فيه فيه مسؤوليات يعني عليك كلها عليك أنت المطلوب منك يمكن تصرف أنت المطلوب منك أنه تعطي أنت تعتني يمكن تكون الأب والأم بنفس الوقت أو شخص عندك مسؤوليات كتيرة أو أنك شاعر بأنه فيه حمول كتير فوق ظهرك ما عم تقدر تخلص منها لدرجة أنك عم بتفكر بالسفر وفعلا ممكن تاخد خطوة السفر ممكن تسافر هذا الشهر يا برج القوس عم بتكون طاقتك أنت أساساً ناري وطاقتك عم بتكون نارية أكتر عم بتكون بدك الأمور وبسرعة تتم بدك ما عندك صبر ما عندك كذا ولكن بشكل عام عم بشوف الشمس بتشره يعني من أول الشهر رح تحس أنه بعدين فيه أمنية رح تتحقق عندك حققت جزء ورح تكمل تحقيق الأمنيات أو فيه أمنية معينة رح تتحقق أنا بشوفها على صعيد عملي أكتر ما هو عاطفي وممكن يكون طبعاً عاطفي إذا كان مع شخص مائي أو قوس أو أسد ناري بشكل عام أو مائي شايفة إنه رح تبدأ بداية جديدة بداية جديدة مع نفس الشخص الأديم إذا كان فيه سيناريو عاطفي بداية جديدة مع نفس الشخص الأديم أو شخص أنت كنت تستنى أو منتظره إليك فترة عم بتراقبه هو عم براقبك دائماً الأشياء العاطفية أو التوقعات العاطفية بتكون أحياناً عكسية عم بشوفك منتظر مترقب ما بدك تعمل ولا إجراء ولا شي خلص خلصت أعطيت عملت ساويت بكفي وعم تستنى النتيجة عم بشوف النتيجة بتجيك بطريقة غير متوقعة يمكن أنت كنت عم بتأجل موضوع عم بيكون في عندك شوي صراع نفسي يمكن بين العقل والقلب ما بعرف في عندك نوع من الصراعات كانت أو رح تكون في الأسبوع الثالث احتمال ولكن رح تنتهي بقرار منك يعني صارم خلينا نحكي وهذا القرار رح يجيب لك بداية جميلة البداية اللي قلنا عليها أنا حاستها عم تكون على الصعيد العاطفي وعلى الصعيد العملي بنفس الوقت عم بتكون في بدايات جديدة عندك إما مع شخص قديم إذا كان في عندك شخص موجود أساساً في طاقتك أو إنه على صعيد العمل عم بيكون في عمل جديد فكرة جديدة ممكن تطور في نفس العمل خاصة إذا كان مديرك من برج ترابي أو ناري فهو ممكن يرقيك أو ممكن يعطيك مسؤوليات اللي أنت كنت تحسها أنه كتير يعني كنت تطلع عليها بطريقة سلبية هي بالعكس هي رح تجيب لك السمعة الطيبة ورح تجيب لك الترقية ورح تجيب لك أشياء حلوة ما بعد هيك فعادي جداً أنا بقولك اتعب أول فترة من الشهر ما في مشكلة لأنه بعدين في النصف الآخر من الشهر وكأنك عم تحصد النتيجة عم بتكون في كارما في الموضوع في شخص ظلمك ممكن يكون طاقته مائية أو هوائية هذا الشخص أو نارية ممكن تكون هذا الشخص عم تاخد حقك منه على العلم يعني قدام الناس زي ما راح حقك قدام الناس أو نهنت أو كذا يعني راح يرجع لك حقك بنفس الطريقة وشايفيتك منتصر منتصر على شخص أو على موقف على شخص ممكن يكون برجه هوائي ممكن يكون برجه ناري شايفي فيه انتصار على هذا الشخص وهذا الشخص احتمالك بيكون أنثى هذا بشكل عام وشايفي فيه فرصة السفر حلوة ولكن انت يمكن تأجلها لأنه ما شايفيتك مسافر ولكن فيه فرصة سفر خلينا نشوف العاطفة بشكل عام كمان سفر خلينا نشوف العاطفة بشكل عام كمان حبيبي انتبه على حالك ممكن تكون عندك مشكلة بالشاكرات وحدة على الأقل فبس تهتم في هذا الموضوع تعمل استشفاء اذا قدرت هذا الموضوع شايفيته على استشفاء وعلى نهاية رح يموت رح ينتهي هذا الموضوع اللي عندك هي المشكلة اللي في الشاكرات او الطاقة السلبية خلينا نقول انا مش حابة احكيها انه طاقة سلبية سحر عين حسد رح تنتهي ممكن في هذا الشهر في اوله او في النصف الاول لانه كانت عم بتشكل لك تأخيرات على الصعيد العاطفي اكتر شي لانها طلعت بالورق العاطفي شايف ممكن جدا انه خلينا نحكي يكون في ناس رح تترك حدا قديم في حياتكم موجود وخاصة اذا كان برج السرطان او برج مائي وتبدو بداية جديدة مع شخص مختلف تماما مع شخص جديد بداية جديدة هذا السيناريو للاشخاص اللي يمكن ملوا خلاص من الطرف الاخر او الشريك كانوا عم يستنوا لفترة طويلة عم بشوف نهاية وبداية مع شخص اخر بفعلا شخص جديد شخص عم بيكون مائي او ترابي عم بيكون جدي اكتر عم بيكون بيستحقهم فعلا من زمان عينوا عليهم او يعني من هذا القبيل شايف بالنسبة للمتزوجين في مشكلة عابرة ممكن انه يعني يتعرضوا لها ممكن يكون في شك اما انت تشك بالشريك او الشريك شاكك فيك في موضوع من المواضيع ولكن بمشي الموضوع يعني العجلة بتمشي ما في يعني مخاوف من هاد القصة عم بيكون في بالنسبة للمنفصلين حتى للمرتبطين مراقبة شديدة من الطرفين لبعض عم بيكون في زكريات طاقة زكريات كبيرة خاصة في الاول الشهر عم بشوف شوي شوي عم الفرحة من بعد تعب يعني ومن بعد فترة طويلة من الانتظار من الظلم ان ظلمت في هاي العلاقة يمكن اعطيت كتير فعم تسترد اللي انت اعطيته عم بيردلك اياه الشريك ولكن هذا الشريك شوي بطيء شوي شايفيته بطيء او عنده شوي مشاكل عنده عوائق فيه كان طرف ثالث موسيطر والان عم بتلاشا طرف ثالث قلنا حبايبي مو شرط فيانة يعني ممكن يكون اي عائق في العلاقة شايفه فيه علاقة جدية بالافق حتى للمنفصلين مبنية على اسس مبنية على اسس يعني ثابتة مش مش حكي فاضي او مش اوهام او مش وعود بالهوى عم بيكون عم بيكون الشريك صادق وعم بيوعوده وعم بنفذها شايفيته عم بنفذها وهذا الشخص من بعد المشاكل من بعد الكذا رح يرجع طبيعته معك رح يرجع بصفاته اللي بلش معك فيها خلينا نحكي ممكن للعزاب كمان يلتقوا بشخص منطقات مائية او ترابية او حتى ناريين ممكن يلتقوا بشخص جديد هذا الفترة هاي الفترة هاد الشخص ما عم بشوفه كتير جدي عم بشوفه شوي متلاعب عنده اساسا طرف وعم بيحاول انه يدخل حياتكم للحفول على شي ما يعني على على مصلحة معينة عم يدخل حياتكم فبس نكون حزيرين ازا ورق بشكل عام جميل نشوف مسج من الحبيب ما قادر يحكي لنا اياها او من عقل الباطن او كلمة او هون المسج عم بشوفه تكررت المسج معانا انه انا نفسي اجيب طفل منك عم بحلم اني اجيب طفل منك خلينا نشوف تحزير هذا الشهر لا القوس اه لا والله هذا مش تحزير هذا عقد زواج عقد بيت عقد في عقد راح تتوقع عليه في ورقة اللي هي اما عقد زواج او عقد يمكن عمل اه في عقد راح تتوقع عليه في ورقة راح تروح توقع عليها يا قوس خلينا نشوف خلينا نشوف خلينا نشوف قولك افرح انبسط سرخ وكأنه بيقولك يعني انا بترجمه او بفهمه انك عم تكتم كتير يا قوس في داخلك عم تكتم امور كتير بيقولك احكي سرخ عبر ما تضلك ما تضلك ساكت ما تضلك في نفس الطاقة اللي عم بتحوش طاقة صلبية عم بتحوش تراكمات لا طلحها كلاتها اول باول كون زي الاطفال بولك شاوت يعني سرخ حتى تحصل على السعادة فلازم تفرغ لجواتك لازم تطلع لجواتك وحبا ايدي برد وخاوة ترجمة نانسي قنقر